اليوم علي وشهير خلونا نبدأ أخبارنا لليوم ونحكي عن منصة فوري في مصر تحديدا تراجع صافي أرباح شركة فوري المصرية لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة كبيرة جدا تصل إلى 63% بعد خصم حقوق الأقلية خلال الربع الأول من العام 2022 وكل هذا حسب طبعا ما أظهرت النتائج المالية للشركة هذا العام وبلغ صافي أرباح الشركة 28.15 مليون جنيه في الربع الأول من العام 2022 مقابل 76.146 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضي وسجل صافي الربح قبل خصم حقوق الأقلية انخفاضها بنسبة 44.2% ليصل إلى 47.8 مليون جنيه في أول ثلاثة أشهر من عام 2022 مقابل 85.7 مليون جنيه لنفس الفترة في عام 2021 وارتفعت أيضا إيرادات شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 38.4% لتسجل 482.9 مليون جنيه مقابل 348.9 مليون جنيه للفترة مقارنة من العام السابق وأظهرت أيضا النتائج المالية لفوري نمو المدفوعات المنفذة بنسبة 66.4% لتسجل 41.3 مليار جنيه مقابل 24.8 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي ولكن اللي عم نشهده بالفترة الأخيرة أنه معظم شركات التكنولوجيا حول العالم عم تنخفض أرباحها وحتى سوق الأسهم تبعها عم نشوفه متجه إلى اللون الأحمر